اشتركوا في القناة اصدقائي راح نحكي عالعرض نلب داية لنهاية هاد العرض جديد متوفر بالنوتيك ومتوفر بالوفر تورو اصدقائي يعني بتحسنت انه على هدول الشاركتيرف وبالنوتيك متوفر اكتر من مرة بتحسنه انه على النوتيكاش قد ما بتقوم اصدقائي طبعا اصدقائي هاد العرض ركزوا معي كتير منيح في شغلات مهمة جدا لازم تتبقوها لحتى يحسب معكم العرض اولا اصدقائي العرض لازم انت تنفزه بالفي بي ان حتى تحمله وتخلص العرض بالفي بي ان العرض بيخلص باقل من ساعة سهل جدا رح نتصل بالفي بي ان اصدقائي ورح نتوجه على التطبيق ونشوف العرض مع بعض ونحكي عن العرض ونفهم العرض مية بالمية وافهمكم العرض كيف انتو رح تنفزوه اصدقائي بدون اية مشاكل طبعا بالنسبة للاشخاص في يعني بعض اليوتيوبر بدون ذكر اسماء حكوا عن طريقة تحكير سوليتير بالأجيت ميديا في اشخاص يعني بصراحة انا باعتبرهم انه ما رايدين المنفع على اي حدي فصاروا يهكروا العرض لهذا السبب انا خفضت نقاط الأجيت ميديا وحزفتها اكتر من يومين مساحتها من التطبيق بعدين رجعتها على التطبيق والاشخاص اللي يسحبوا بحب ابشرهم انه تم رفض السحب لكل ياتهم اللي يسحبوا عن طريقة تحكير العروض طبعا اصدقائي ضفت منصة جديدة هي منصة المونينكس اللي بحب يشتغل عليها كمان متل مو شايفين رح ناخد نظرة سريعة في عندك العروض اه تاتة وخمسين الف اثمينة واربعين الف اربعة وثليتين الف اتنين وثليتين الف متل مو شايفين طبعا كمان العرض اللي رح نحكي عنه متوفر منصة المونينكس لكن اصدقائي متوفر اه اه طريقة تانية يعني بده شغل تاني غير الشغل اللي نشتغله حاليا متل ما حكيت اصدقائي بالنسبة للعرض النوتك بتقدروا تنفزوا عليها العرض اكتر من مرة بدون اي مشاكل لان هو متوفر ثلاث مرات او اربع مرات داخل النوتك اصدقائي من شان ما نطول الفيديو مباشرة رح نشوفه داخل النوتك اه اصدقائي للعرض وبعدين رح نروح على المنصة الاساسية اللي رح ننهي عليها العرض وهي منصة رح ننتظر بس لحد ما يظهروا معنا العروض طبعا هو باعتقد على الصفحة الرابعة اصدقائي ملاحظة ما هم متل ما حكيت انه لازم اه لازم تنفزوا العرض بالفي بي ان يعني ازا يتنفزوا بدون في بالاسف فلذلك عما وقلكم اصدقائي انه نفزوا العرض عبر اه متل شايفين اصدقائي لازم العرض يكون متوفر بهذه الصفحة اذا اللي هنشوف النوتك طبعا خلان نحاول على الصفحة اللي بعدها هو متوفر بالنوتك اكتر من مرة. اكتر من مرة متوفر بالنوتك اصدقائي العرض. العرض سهل جدا. خلينا نشوفه منصة النوتك متل ما حكيت. بعدين خلينا نشوفه اه بالمنصة الاساسية اللي راح نشتغل عليها وهي منصة اصدقائي راح نحاول انه نبحس عنه بالنوتك معلش لاني النوتك عروضها بصراحة كتيرة يعني اصدقائي فمشان تعرفوا العرض انتم وازا بتحبوا تنفزوه على النوتك كمان ما في اي مشكلة هي بتقدر تنفزو على على النوتك بنفس الوقت. يعني مجرد ما بتسوي مسح بيانات بترجع كمان بتنفزو على منصة النوتك. حاليا اوكي اصدقائي هاد هو العرض متل ما شايفين بيطلب منكم انه تفتحوا الفصل الخامس بالاوفر تورو بيطلب منكم انه تفتحوا الفصل السادس لكن ما بيحسب لحد اه تفتحوا الفصل السادس تأكب له الفصل السادس خلينا نتحول على الاوفر تورو طبعا اصدقائي بالنوتك متل ما حكيت متوفر يمكن ثلاث مرات. راح اروح على الاوفر تورو اصدقائي متل ما شايفين. طبعا انا حاليا عامل رفع للنقاط ضل خمسة وستين ساعة. المهم اصدقائي راح ننزل لتحت حتى نبحث عن العرض مشان ما نطول مدة الفيديو اصدقائي. العرض طبعا متوفر على المانيا. متل ما حكيت هاد هو العرض اصدقائي بيعطيكم الف وتسعمائة ونقطتين. راح نضغط على العرض ورح نشوف كيف راح يوجهنا على المتجر وبعد ما يوجهنا على المتجر اصدقائي مباشرة راح نقوم بتحميل العرض ورح نشتغل على العرض. راح ننتظر لحد ما يوجهنا على المتجر. اذا ما وجه على المتجر او صارت اي مشكلة متل هاي المشكلة. ركزوا معي كتير من اصدقائي متل هاي المشكلة. بسيطة جدا كلمة عليك انه تروح على لاني في اشخاص عم توجهوهم هاي المشكلة وما عم يارفوا حل. تروح على فقط تغير السيرفر اللي انت متصل فيه. يعني متل ما شايفين انا كنت متصل بسيرفر. حاليا راح اغير السيرفر على سيرفر اقوى راح اختار سيرفر غير السيرفر اللي انا كنت متصل فيه. على سبيل المسال راح اتصل بهذا السيرفر. ورح اشوف ازا راح يحولني ولا ما يحولني. اذا ما حولني او طلع لي اي مشكلة. بترجع بس بتغير السيرفر صديقي لحد ما يحولك على المتجر. طبعا العرض بيحول على المتجر بكل سهولة. راح نشوف هلأ مع بعضنا اصدقائي بس يتصل معنا سيرفر الماستريوم. اوكي اصدقائي حاليا انا بدلت السيرفر راح ارجع اضغط على العرض مرة تانية ورح نشوف كيف راح يوجهنا على المتجر راح ننتظر بس شوي. متل ما شايفين اصدقائي بيوجهكم على المتجر. اصدقائي متل ما حكيت كملوا العرض وحملوا العرض وكل شيء بالفي بي ان يعني لا تسوي اي شيء بدون في بي ان. اصلا العرض اصدقائي بيخلص باقل من من ساعة. باقل من ساعة عرض سهل جدا. اوكي اصدقائي خلينا نكمل هاد العرض ونخلص هاد العرض ونكمل مع بعض. اوكي حبابي حاليا نحن نهينا العرض خلينا ندخل بس لحتى اعلمكم انتو لازم وين توصلوا لحدة ينتهي معكم العرض. العرض بسيط جدا وسهل جدا جدا جدا. اصدقائي راح ننتظر لحت ما تحمل معنا اللعبة متل ما شايفين يعني راح اعلمكم مين راح تدخلوه هي عبارة بس عن ترقيات بسيطة واللعبة سهلة جدا اه ونازلة جديد. فانتو متل ما حكيت اصدقائي بمكانكن ان هو على على منصة وعلى منصة اصدقائي متل ما شايفين عندكم تحت اسطول السفينة هون بعدين تضغطوا على عفوا راح نرجع نضغط على اسطول السفينة وبعدين عندكم هون متل اشارة الخريطة راح نضغط عليها لحتى نشوف نحن شو لازم نعمل لحتى ننهي هاي الفصول. اصدقائي بعد ما نضغط عليها متل ما شايفين انا فاتح هدول الفصول اللي بالاخضر انا فاتح الستة موصل السبعة يعني في حال بس نهاية الستة وصلت السبعة خلاص بنحسب معك العرض بدون اي مشاكل خلينا نروح اصدقائي على التطبيق ونشوف اذا حسب معنا العرض ولا ما نحسب معنا العرض راح ننتظر بس لتطلع عنا واجهة التطبيق متل ما شايفين الف وتسعمائة ونقطين اصدقائي نحسب معي العرض بكل سهولة راح اروح على خانة كمان اصدقائي ونتأكد من داخل خانة راح نضغط على كلمة اصدقائي العرض بيحسب مية بالمية بدون احتمال ما بيحسب معك يعني مشاكل ما تجي تقول لي يا حسان العرض ما حسب معي متل ما شايفين اصدقائي يعني العرض بيحسب بكل سهولة بتمنى عجبكم هاد الفيديو اصدقائي وان شاء الله بشوفكم الفيديوهات قادمة